اعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبابنا الغليين طلبة وطلبات تانية الثانوية. اهلا بكم. النهاردة طبعا هنحل مع بعض. امتحان شامل على كلمات على نزوم اخر السنة بالزبط. يعني مش هنسيب اي حاجة هتيجي فارغة امتحان في اخر السنة. الا ما هنحله مع بعض. يعني قطعة هنحل مع بعض. هنحل مع بعض. قصة اللي عندنا المصرحية هنحل مع بعض. وكمان يعني فرصة كبيرة جدا ليكو يا شباب تتدربوا معنا. او هنضرب عصفورين بحجر واحد. بداية هنراجع على آآ بالكامل. كلمات وفي نفس الوقت هنتدرب على ازاي نحل على آآ ورقة الامتحان او اي شكل ورقة الامتحان النهائية. فدي حصة مثمرة جدا نحل الامتحانات الشباب. وهي الثمرة او هي النتيجة اللي كلنا بنسعى اليها. حصة مهمة جدا نركزوا معي. وقبل ما نبدأ نقول بسم الله الرحيم يا حياة قيوم. آآ برحمتك انا استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تاكلنا لنفسنا طرف عين. آآ يلا آآ دوس لايك على الفيديو. وشير عشان صاحبك تفرجوا معنا على الحصة. وكل الناس تستفيد. نقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال طبعا تشوز. آآ هنا بيقول. the immune system can dots when there is a virus in the body. لما يكون في virus in the body. يعني فيروس في الجسم. اليميون سيستم جاز المناعة. كان يستطيع ان هو react. يستجيب لي الفيروس. يبقى لي ردد فعل يعني. الله سيشباب. آآ don't be strict all the time. ما تبقاش صارم طول الوقت. وناشف كده. you need some resilience. انت محتاج بعض المرونة. عشان to adapt to different situations. تكايف مع المواقف المختلفة. three I think he has got so he needs to rest. هو محتاج يرتاح. يعني انه عنده infection مرض او عدوة. I am exhausted. انا very tired. منهك. I feel that that's pain all over my body. انا حاسس بقلم شديد. يبقى severe pain. جسمي. we can our immune system by eating fruit and vegetables. نقدر ندعم جهاز المناعة لما ناكل فكة وخضار. يبقى كلمة post. اللي هي ندعم او support. اما انا post. او ايه. يتباهى او يتفاخر. وده منشور. healthy food can help to support our immune system. الطعم الصحي بيدعم جهاز المناعة. question number seven. in a that essay you try to convince the reader of your point of view. في ايه ايه بتحول ان انت convince الريدر. بتقنع القارئ. convince. يقنع. بوجد نظرك your point of view. اكيد في ال persuasive ايه. اللي هو المقال الاغناعي. يبا انت عندك الرواقي اللي انت فيه tell readers about your experience that has happened to you الكريتيكال اللي هو النقدي تنتقط حاجة والدسكريبتيف وصفي بتصف حاجة لما لا ان انت بتكونفنس يبقى انت بتستخدم حاجة اسمها البرسواسي في اسعي يوداتس تكفوتوز here it's a military area المت military area منطقة عسكرية يبقى ممنوع ان انت تاخد صور يبقى مصنط your dots to pay to go to the museum it's free to enter مصدر وبعدها يعني مينفعش استخدم must او needn't لان الافعال النقصة بيجي بعدها infinitive without two فهنا طبعا مش لازم تدفع عشان الدخول free مجانا يبقى don't have i dots get up very early on school days ايام المدرسة انا لازم اصحب ادري يبقى i have to اللي هز طبعا مالهي وشي والإت انت عندك اي العملية الجراحية well اولا well دي يا شباب دي تعتبر فعل ناقص model verb ما ينفعش فعل ناقص مع فعل ناقص يعني حاجة واحدة بس منهم فneed انت تعتبر فعل ناقص ومصد فعل ناقص فالمفروض the object مفعول يبقى الجملة بسف يبقى نقول will have to be done under an anesthetic كلمة anesthetic اللي هو مخدر يبقى العملية الجراحية سوف يجب ان تقرأ under an anesthetic اللي هو تحت مخدر يبقى have to be done لو يجب ان تفعل لتعتبر بسف she does worry about the traffic she has plenty of time to get there يعني ده وقت كتير كلمة plenty of time بتسوي a lot of time يبقى هي مش لازم تقرأ مفيش ضرورة او مفيش داعي يبقى she needn't worry about the traffic question number 13 i missed the train this morning i missed the train this morning يعني لأطرفتني الصبح لذلك عشان رح اسكندرية رحت طريت روح برتبيس لان ده الزام او اضطرار في الماضي فنقول i had to عشان انا لأطرفتني فاضطريت في الماضي ان نروح اسكندرية بال اوتوبيس طبعا كانوا معتقدين زمان ان ما كانش ضروري في الماضي فعشان كده النواة دي بتاعت الكرة ما كانتش مضطرة تفحص قلب اللعيبة لان هما معتقدين ده لم يكن ضرورة فمعشان كده ده ما كانش ضرورة وما كانوش بيعملوه يبقى كوشن نوبر ففتين يعني فيه بالضاف للشربة فعشان كده ما قدرناش ناكلها يبقى لان هي فعلا اضافت فما كانش لازم تعمل بس عملت ولان هو ما كانش لازم تعمل وعملت فعشان كده ما قدرناش ناكلها اساسا يبقى هنا لم يكن من اللازم ان يفعل شيء ولكن فعله طب ايه الدليل ان هي اضافت ان احنا ما قدرناش ناكلها طب ليه ما كانش لازم عشان دينا ما كانهاش هو ان حطت زيادة عنه لزوم يبدأ دية ما كانش لازم ومعمل لأني دينت هاف ادد مور سوالتو دي سوب أما أنا دينت نيد تو أو دينت هاف تو ما كانش لازم ومعملش ننتقل بعد كده الشباب لي القطع بتاعت الكامبرينشان يعني فكرة الشربة اللي هي تمنع المرض أو البطاطس اللي هتخلينا نسترخي أو نشعر بالراحة دي تعتبر اكدناك بتتكلم عن حاجة من فيلم خيال علمي ننتقل بعد كده الشباب للقطع اللي هي الريدين كمبريهنشان الباساج بول ريد the following passage لنانسر the questions أو الحاجة for most of us the idea of سوب بكرة الشرب اللي بتمنع المرض يعني فكرة الطعام اللي بيمنع المرض أو البطاطس اللي بتخلينا نرتاح ونسترخي لكنك بتتكلم عن حاجة من فيلم خيال علمي however these food products are known as functional foods ولكن منتجات الطعام اللي زيديت تسمى الأطعمة الوصفية which may already be on menus on grocery shelves اللي ممكن قريب تكون موجودة في القوائم بتاعة أو الرفوف اللي موجودة في محلات البقالة in today's world we all know that our diet affects our health في عالم اليوم كلنا نعرف أن النظام الغذائي بيأثر على صحتنا therefore food companies are taking advantage of this fact ولذلك شركات الطعام بتاخد أو بتستغل الفكرة ديت أفضل استغلال لمصلحتها they have already started to use ingredients in their products which will offer extra health benefits هم اللي هم شركات الطعام بدأهم طبعا لأن الناس في العالم دلوقتي عارفة كويس قوي أن النظام الغذائي بيأثر على صحة فشركات الطعام استغلت ده لمصلحتها فبدأهم بالفعل يستخدموا ingredients in their products which will offer extra health benefits بدأوا يستخدموا مكونات المنتجات بتاعتهم اللي هتعرض أو تقدم مزايا صحية زيادة to their customers للزبائق بتاعتهم for example على سبيل المثال orange juice كلنا عارفين عصير البرتقون already contains vitamin C بيحتوي على فيتامين C but now you can buy orange juice with added calcium ممكن دلوقتي تشتري عصير البرتقون ومضاف عليه كالسيم to strengthen your bones and teeth وده عشان يقوي للعظم والسنين of course there are some people who believe that functional foods are a bad idea في ناس بتقولك ان الاطعمة الوظفية فكرة سيئة they claim that products هما بيدعوا ان المنتجات ديئت زي مثلا these can be dangerous ممكن تكون خطر as people may end up taking more vitamins than they need and may damage their bodies as a result لان الناس ممكن تاخد فيتامينات اكتر من حقتها وده ممكن يدمر اجسمهم never less بالرغم من ذلك functional foods will become increasingly popular الاطعمة الوظفية سوف يتأزداد في شهرتها and supporters feel that you won't be long before there are foods which prevent cancer protect eyesight and much more والداعمين لفكرة الاطعمة الوظفية بيعتقدوا انه يكون فيه انواع من الاطعمة هتمنع او هتقي من الكانسر السرطان وتحمي من ال eyesight تحمي النظر واكثر من ذلك اول سؤال بقى adding calcium to orange juice strengthen our اضافة الكالسام العصير البرطوان ده بيقوي السنان والبونز الاتنين السنان والعظم all of us جميعنا دلوقتي عندنا ايه the influence of our diet on our health عندنا كلنا وعي يبقى كلنا all of us are aware of the influence of our diet and our health كلنا نكون وعيين ومدركين بالتأثير بتاع النظام الغذائي على صحتنا كلمة influence تأثير بعض شركات الطعام بتستفيد من الاطعمة الوظيفية by offering extra health advantages to their customers عن طريق انها بتقدم مميزات صحية زيادة لازباين اللي هي رقم ايه كلمة increasingly 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 معناها بزيادة ممكن نستبدأها بايه more and more functional foods may protect us from diseases such as cancer الاطعمة الوظيفية ممكن بتحمينا من الامراض المستعصية زي السرطان الامراض المستعصية اللي هي incurable diseases الامراض غير قابل العلاج او المستعصية العنوان المناسب للقطع جماعة نوع جديد من اطعمة كلمة added هنا هو بقول لك لو الكالسيم المضاف يبقى نستخدمتها هنا الوصف الكالسيم انه هو شيء مضاف يبقى نستخدمتها كصفة تصف اسم يبقى نستخدمها كادجكتف ذي احنا قلنا عايدة على الشركات بتاعة الطعام اللي هي بعد كذا شباب سؤال هنا بيقول يعني مركز وكلمة اللي هي القدرة او الامكانية يبقى الخبراء بيعتقدوا ان مصر لديها القدرة مركز عالمي لانتاج الهايدروجين الاخضر ودي مصدر متجدد للطاقة انا بقول لك مصدر غير متجدد يبقى دي غلط لديها القدرة مش القوة يبقى دي غلط لانتاج الهايدروجين مش استهلاكه يبقى دي برضا غلط بالإجابة رقم ايه دقمة متجددة اللي هي طبعا ده يسبب اي تلاوس يجب على العلماء ابتكار اساليب خلاقة لتوفير الغذاء لعالم متزايد سكان فلم تعدوا الطرق التقليدية في انتاج الغذاء فعالة ولا حتى كافية دي بايس يعني تبتكر اما أنا تنصح يبقى دي غلط لازم تبتكر طرق يعني توفر لنا تمام طرق او تبتكر طرق فعالة لتوفير الطعام للعالم المتزايد المفروض التقليدية المفروض الطرق التقليدية ها الطرق التقليدية في انتاج الغذاء هنا بقول لك المفروض يعني يعني مقدمة فدي غلط هنا بقول لك يجب هنا بقول لك لا يجب يبقى دي غلط يبقى العجابة رقم دي اللي بتقول العلماء اللي جنس يبتكروا طرق فعالة لتوفير الطعام للعالم المتزايد اللي هو او حتى كافية يبقى العجابة رقم دي يا شباب ننتقل بعد كده الشباب الى السؤال الخاص به المصلحية بتاعت كينغ لير باول سؤال هو ليه الملك لير طلب من بناته يظهرونه كم كانوا يحبوه اعتقد انه عمل كده عشان كلمة تست الشباب هنا معناها عشان يختبر كلمة تست عشان يجرب او يختبر ولا بناتو لي عشان هو كان على وشك انه يقسم المملكة ويعني يدهلهم او يعطيها لهم هو كان معتقد ان كلمتهم هتعكس ولاهم بس هو للأسف الشديد فشل في انه يدرك او يتعرف على او يميز الفرق مبين الحب الاصلي او الاصيل او الحقيقي والتملق الزائف او النفاق الزائف يبقى الملك لير طلب من البنات عشان يختبر لكي اختبر ولاهم لكي اختبر ولاهم الجنوين او الريل والتملق او النفاق المزيف كورديليا كانت بتمثل ايه في الملك لير كورديليا كانت بتمثل الانستي الامانة اللويالتي الاخلاص والولاء والنزاهة او السلامة الاخلاقية او ممكن تقول الاخلاق الجيدة على عكس اخواتها المخادعين رفضت انها تنافق او تتملق باباها بالمتح المزيف وظلت على مبادئها الحقيقية الشخصية بترمز الى اهمية الصدق وبترمز الى التمن المأساوي للطيبة في العالم الفاسد كلمة العالم الفاسد ايه طبعا بتمثل الانستي الامانة اللويالتي and good morals or integrity of character او moral integrity لالنزاهة او السلامة الاخلاقي عكس her deceitful testers she refused to flutter her father with false appraise رفضت تتملق باباها بالمتح المزيف and she was true to her principles وكانت صادقة امام المبادئ بتاعتها question number three do you think king lear was wise هل تعتقد ان الملك كان رجل حكيم and why no he wasn't wise لم يكن حكيما lear's decision to divide his kingdom among his daughters based on their fluttery لان قراره انه يقسم المملكة بين بناته based on على اساس their love حبهم او their fluttery التملق showed a lack of judgment كان بيبين نقص حكمة he failed to see through the deceit of general and region فشل ان هو يشوف خداع general and region and a while misjudging cordelia's honesty واسائل حكم على امانة cordelia طريقة تانية lear's impulsive nature طبيعته المندفعة little rash decisions قدت الى قرارات متهورة such as disowning cordelia and banishing kent زي حرمان او التبرق من cordelia disowning cordelia يعني ان هو التبرق منها and banishing kent وطرده لكن two of the characters who truly cared for him شخصيتين حقا كانوا يهتموا بي فده بردك بيدول ان هو ما كانتش حكيم لانه خد قرارات منها disowning cordelia يبقى disowning cordelia طبرق من cordelia banishing kent طرد kent ودول اتنين فعلا cared for him او truly loved him lear failed to foresee the chaos and betrayal that his decision to divide the kingdom would cause ليه الفشل ان هو يتوقع بالكاوس الفوضى والbetrayal الخيانات اللي قراره بتأسيم المملكة هيتسبب فيه his lack of foresight led to the loss of his authority and the tragic events that followed يعني نقص البصيرة عنده foresight يعني lack يعني نقص foresight البصيرة ادى الى the loss of his authority فقد السلطة بتاعته and the tragic events والاحداث المأساوية that followed التي تبعت ذلك سؤال معنا write an essay of about 180 words on the following topic اكتب ايساية من كم كلمة mister من 180 كلمة طرق مقترحة عشان نعالج بها مشكلة نقص الطعام او مشكلة نقص الغذاء هنبدأ طبعا هنكتب المقدمة والجسم والخاتمة المقدمة بنتكلم انه food shortage مشكلة الطعام او مشكلة نقص الطعام قضية او مشكلة او قضية خطير affecting many people globally بتأثر على ناس كثيرة جدا على مستوى العالم to tackle this problem كلمة tackle لعلاج ممكن منول to overcome وممكن منول to solve to tackle or overcome or solve this problem several strategies can be implemented ب الكثير من الاستراتيجيات وممكن منول strategies او ways او methods الكثير من الطرق can be implemented من كم من هي تنفز اولا بقى وهنا قال لك فيه firstly secondly additionally and lastly وفي الاخر الخاتمة قال in conclusion يبقى اول حاجة enhancing forming methods اللي هو تعزيز طرق الزراعة دي حاجة ضررية او مهمة يبقى دي اول حاجة تاني حاجة هنقرأ بقى كل جزء الوحدة يبقى فقرة الاولى هنتكلم على enhancing farming methods يعني تعزيز طرق الزراعة دي حاجة is essential او is important تمام secondly reducing food waste can significantly health تقليل المخلفات او الهدر بتاع الطعام تمام يعني الهالج بتاع الطعام نقلل منه فده طبعا هيساعدنا بشكل كبير تلاتة additional بالاضافة لذلك supporting local food systems ان احنا ندعم الانظمة بتاعة الطعام المحلية is beneficial حاجة مفيدة تمام دعم انظمة الطعام المحلية lastly international collaboration is important التعاون العالمي مهم تعال بقى ما نبدأ برقم واحد enhancing farming methods is essential لما حضرتك تعزز وتقوي من طرق الزراعة بحاجة مهمة ليه حضرتك لو استخدمت المادرن technology and techniques يعني الاساليب والتقنيات الحديثة في الزراعة can increase crop production ممكن تزود لك من انتاج الطعام تمام ممكن تكتفي بدا وممكن تزود المثال for example precision farming helps الزراعة الدقيقة helps farmers use resources more effectively بتساعد الفلاحين ان هما يستخدموا الموارد بشكل او بصورة اكثر فعالية leading to better yields وده بيقدي لمحصول افضل يبقى اول حاجة في حل مشكلة الطعام تعزيز طرق الزراعة لو استخدمنا الطرق والتقنيات الحديثة اكيد ده هيزود من انتاج الطعام secondly reducing food waste can significantly help تقليل الهدر او النفايات او مخلفات الطعام لما حضرتك تعمل ايه بقى improving storage and transportation methods لما حضرتك تحسن من الطرق بتاعت النقل نقل الطعام وتخزينه ده هيمنع food from spoiling هيمنع الطعام من ان هو يفسد مروفر يبقى الطعام الفاسد ده بدل ما يفسد لا ده احنا هنستغله وناكله او نصدره او نديه للناس اللي محتاجات بدل ما يبوز انت لو حسنت طرق النقل وطرق التخزين من ناحية تانية المستهلكين المستهلكين المستهلك لازم يهدف انه يشتري فقط ما يحتاج واستخدم بقايا الطعام بشكل مناسب يعني هو طبعا كل واحد فينا بيأكل بيبقى بعد الاكل فيه بقايا طعام المفروض بقايا الطعام ديت ان انت تستخدمها بشكل مناسب طبعا حضرتك هتقلل النفايات او الهدر دي الطريقة التانية بالاضافة الى ذلك دي الطريقة التالتة بقى ان احنا ندعم الانظمة بتاعة الطعام المحلية دي حاجة مفيدة جدا ازاي ان احنا نركز على الزراعة المحلية والاسواء المحلية فهنقدر ان احنا نخلي فيه اكتفاء ذاتي في المجتمعات ونقلل الاعتماد على الطعام المستورد تمام بيبقى ان احنا نركز على الوكال فود واللوكال موركتز وندعم ده ونعمل اكتفاء ذاتي ونقلل الاعتماد على الطعام المستورد التعاون الدولي مهم لازم الدول تعمل سويا عشان تشارك المعرفة والموارد عشان نحسن من امن الغذاء عالميا الخاتمة بقى تلخيص ما صلق كلمة علاج يعني بتسوي حل مشكلة نقص الطعام بيتطلب بيتطلب ممارسات زراعة افضل يعني استخدام الطرق الحديثة والتقنيات والاساليب الحديثة تقليل النفايات والمخلفات بتاعت الطعام دعم الانظمة المحلية والتعاون الدولي والتعاون العالمي هذه الخطوات هتساعدنا في ان احنا نضمن ان احنا نضمن مزيد او نؤمن مزيد من الطعام للجميع فده وجماعة اللي سي بتاعنا احفظه وقرأه ورخصه وحسيب لك كمان بتاعته بالعربي هادي الترجمة بتاعته بالعربي كاملة وقرأ العربي واحفظ الانجليزي واحفظ الكلمات واقسمه الى مقدمة وبادي وجسمه والبادي يتقسم لأربع افكار وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو رضا الحمد لله لقد اهدانا لهذا وما كنا نهتديها لو لا انه ده النظر انتناش بقى باللايك الجميل واسيب كومنت سيب لنا في مشكلتك شان نحلها لك ودائما انشاير عشان صحابك بكل انحاء الجمهورية يتفرجوا واستفيدوا بالمحتوى ده ابدال على الخير كفاعله نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد احبوكم جدا في الله حبيبك مستر محمد جلات باي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة